عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفي مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى أنه يأتي بهدف المتابعة متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية الصعيد خلال الفترة الماضية وخلال الاجتماع تم استعرض الموقف التنفيذي للبرنامج في محافظتي سهاج وقناء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالية المشروعات الجارية والمنتهية في مراكز محافظتي سهاج وقناء بلغ 419 مشروعا تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها